السلام عليكم كدرتوا لا بس عليكم تمنىكم تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله وساحة جيدة معكم سيهم من في ديافة سيهم اليوم غادي نديرو قننطة ديال تفاح أو بمربة تفاح سهلين بساطة بالورقة نوجدوها في الدار بسرعة فرمشتين يعني وصفة سهلة بسيطة ولكن نتيجة رائعة وكتجين خوة وهموية وتقدر توجدها لوليدات ونقدر مجدوعة لضيافنا بقوا معايا تشوفوا المقادر والطريقة نقوم بساطة ثلاثة تفاحات نحييض القلب ديالهم ونقطعهم شرائحة هنا لا يوجد القشرة نحييض القشرة أختيارية ومعايا تفعل فائدة يعني لا يوجد ما نحييضها سوف نضيف عليها عسر ديال الحامضة عط القرفة وربعة الحباد ديال القرنفل أو ثلاثة اختياريين اللي بتوضيفوهم معلقة ديال العسل وكاسونس ديال الماء ونوضع فوق النار نخلي حتيغلة مزيان وبدأ شرب ليها شوية الماء عاد نقص العافية نحبط درجة الحرارة ديال النار سوف نحرك حتى نحصل على كونفوتور ديال تفاح بالنسبة الناس اللي ما بغوش يديروا كونفوتور وغيشت ليهم لشوية الوقت ممكن تأخذ ديال تفاح تقطعية تنقية حيضو القشرة وتقطعية حيضو القليل من الزبدة القليل من القرفة شوية مزهر والسكر سوف تحاولي انك تصوطيهم زيان حتي حييد منو داك الماديانو من بعد تحطي جانبات وضعي جانبات نخلي بردته ويفي بالغرض نقدرو نخدمه بلا كونفوتور نقدرو نخدمه بطفاح هادي هنا غنوجدو انسيغو اللي هو عبارة على كاس الماء مع كاس سكر مع القليل من الحامض ونقدرو نعوضوه بالعسل سهل وبسيط وهنا غندوزو باش نوجدو الورقة ديالنا اللي هي سهلة وبسيطة وكيوجد فرمشة عين يعني بلا ورقة الفيلو بلا ورقة البسطيلة فغيمو هاد العاجين انا صدقوني جربتو مهي مرة ما يجوجو كيجي رائع وكيجي لديد يعني اللي دا ديالو ما ما غادش نقول لكم عليها حتى تجربوه وتردو علي الخبار بالنسبة المقادر اللي غادينديرو فيه غادينديرو فيه ربيضة دانون زبدة دائبة قليل من الخل كاس الحليب وكاس ديال الزيت والقليل من الملح وانا اخد الويسكوم بده نخلط تحت الجانس المكونات من بعد غنضيف الدقيق تدريجيا بشوية بشوية هنا بنسبة للدقيق انا هنا ما يعني اللي بقى اخصني شوية دلماء يلا اخصكم شوية الماء اضيفوا غي شوية الماء باش تجمعوا العاجين صافي وما غادش ندير هنا العجانة انا غادي نجمعوا غي بيدي نحاول اني ندركوا غي بيدي غي في البول ونحطوه نتركوا جانبا واحد عشرة دقيق وهذا نخدم به سهل وبسيط صدقوني انه فعلا فعلا هاد العاجين السحري يعني هنك مبزافة الوصفات مبزافة الحويج اللي انتي كتحتاجيهم زيما في دارك يعني هاد العاجين سحري مئة بالمئة ودريبي بزافة الوصفات وبالنسبة المقادر غادي نخلي مليكم مفصلين في صندوق الوصف هلا العاجين دي انها هو موجود هنا غادي نخلي يرتاح لمدة عشر دقائق وعادة نخدم به هلا عجين هنلا بالنسبة للعاجين البنات ما غادي نخدم معكم كما خدمت معكم في باكلافا. لا غادي نخدمو دفعة واحدة يعني كل خمسة غادي نخدمهم في مرة بشي سهل علي الخدمة وغادي غادي نجيني الورقة وحدة يعني ما غاديش ياخدي الوقت بزاف. غادي ناخد العجين غادي نسرحو نقرسو بشوية بيدي هاكا. سافي ومن بعد غادي نسرحو بلمدلك غي شوية نوضع القليل من ناشا فوق منو. ندير الورقة الاخرة او العجين الاخر فوق منو. ثالثة والرابعة احترى الخمسة ندير خمسات الكورات هاكا مقرسين فوق من بعضهم. سافي ومبدأ نورق بالمدلك بهالطريقة هادي. نحاول اني نورقها مزيان. سافي وحنا حصلنا على الورقة ديال الفيلو او ورقة البسطيلة بشكل جديد وولديد سهلة وبسيطة. يعني غادي نعودو هاد العملية جوج مرات او ثلاثة مرات على حسب الكمية ديال العجين اللي عنا. ونبدأ نحيد الورقة من اللي نكملهم كاملين هنا. ضروري من اللي نكملو نحاولو اننا نوضعوه هاداك العجين اللي ورقناه. نوضعوه جانبا ونغطيوه. ضروري هنا يتغطى حيث كيكون عجين حساس بحالو 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 ورقة البسطيلة بحالو بحالو بحال البطفيلو يعني هنا لخلينا للبرد او اللي هو. ضروري غايتكسر معانا العجين ولا تكسر مبقى صالح الوالو. لهما نصوبوه ونغطيوه ونبغيو نخدمو بيه كنلقوه جاهز. يعني طريقة سهلة وبسيطة غي شوية ديال التركيز وغات عطينا خطوة ناجحة مئة بالمئة. ما شفتوا معايا اني من اللي كتكن سرح العجين كان من اللي كنحطوه وحدا كندير ف سهولة وخاك نورقها وخاك نحاول اني نورق بالمدلج كيف ما كتشوفو. يعني بسهولة كتتحيد معايا الورقة وكتجيني شفافة يعني ما كتجيش الورقة قاسحة ولا غلايدة عفوا ما كتجيش غلايدة كتجي الورقة ترانسبعونت يعني حاولو انكم ضروري مدقيق الناشا ما بين كل كرة كرة والتانية. هنا من بعد مطلقتهم هانتو مغتشوفو كيش غادي نحيي دغي وحيدة. انا نوركم الطريقة اللولة والطريقة التانية. بكل بساطة هايك دغية كنتمشي معايا وكتباليكم بلا ان العجين ارتباء ومانطو يعني كتبين شفافة يعني مشي عاجل لغليد او او اسميتو ما كيبينش. يعني عاجين شفاف وسهل دغية باش نحييي دغي وطريقة الاخرى تهيي بكل سهولة. كان هزل العجين هاكا وكان مدان هبط هبط فيها بيدي كندير بيدي بجوج كنحيي دغي و اتمنى انكم تجربوا هاد هاد العجين وتردوا عليه الخبار. هنا من بعد ما كمنا العجين دينا غناخد القرقاع القليل من القرقاعي لا توفر عندكم القرقاعي لما توفرش القرقاع ستقدروا تتعودوا بكاوكاو. انطحنوا ولكن هنا كاوكاو ضروري من انكم تتقليوا في الفران شوية. نعض نضيف القليل من السكر. نضيفه وتضعه جانبا وناخد من السكر. ونضيفه كل محنشة في الفران. السهليين وضغيين وضغيين نضيف القليل من اللاقوم نضيف القليل من القرقع يضيف القليل من الأخرى ثم نضيف القرقاء ثالثة بنفس الطريقة ثم نضيف تفاح سوطي نقطع الطريقة من الجوانب ونضيفها في اللاطة نضيف تفاح سوطي نضيف تفاح سوطي نتمنى أن الطريقة تكون مبسطة ونحاول أن نشرح لكم أقصى حد لكي تصل إلى الفكرة وكتلاحظوا أني مدرتش تزبدا ومدهنتش الورقة نهائيا يعني الورقة بلا ما كان دهنا بلات حاجة كتباليكم بلا أنها الورقة طريقة وكنطويها بكل سهولة يعني ما كتتهرس متى شي حاجة يعني فعلا غي جربوا الوصفة وتصدقوني أنها تقدروا تدروها في المملاحة تقدروا تدروها في البستيليميني بستيلا في أي حاجة تتخدم هاد العجين وإن شاء الله نجربها معكم في بزاف الوصفات هنا من بعد ما كملت لي بودان دينا سنضعه مباشرة في اللاطة نحاول نقطع الجوانب بش يدخلوا لي في اللاطة ويجيوا عندي جوانب مقادة ونكمله بنفس الطريقة بنسبة لي بودان الأخرين من بعد ما كملت لي بودان دينا نقطعهم بهذه الطريقة يشوفوا تبرق الله العجين كيف يشتري تقطع يعني متى تكسر متى شي حاجة بالنسبة لهنا العجين تقدروا تقطعهم بالقياس اللي بغيتوا وبالطريقة وتقدروا تديرهم رقاقي يعني بحل بحل وغل ناخد زبدة دائبة وغادي نسقيهم بالزبدة دائبة وندخلهم الفرن على درجة الحرارة 160 لمدة 60 دقيقة أو 70 دقيقة ضروري الفرن يكون على عافية مهيلة ويكون سخون من طبيعة الحال ونخليه يطيب الوقت دينا حيث هنا عدنا العجين يعني عدنا الورقة عبارة عن عجين يعني خصد تاخد حقها في الطياب ماشي بحال الورقات البسطية لك تكون شوية طيبة هاد الورقات ما طيبة يعني خصد تاخد حقها في الطياب سافي ونخرجهم وندزل الخطوة التالية وهدو هما القلنطات دينا من بعد ما خرجنا من الفرن او المحنشة دينا بعد ما خرجنا من الفرن شوفوا تبارك الله ديكلا دوغير غيث تبع الخطوة اللي قتليكم ورا غدي جي ناجح معاكم ويقدر يجي تحسن من هذا والله عزة ما سنسغ مواحد رائحة ولا اروعة ما شاء الله المهم من بعد ما خرجناهم من الفرن غادي ناخد العسل هنا ساخن او لسيغوا لصوبنا حاولوا انكم تدفيوه ونسقي به القنطات دينا بها الطريقة هادي حتي يتشرب مزيان ونخليه من الاحسن نخليه حتي يبرد عدا باش نحاول اني نقدموه تقدموه في الطبق هنا غادي نزينوه بالقليل من بيستاش والقرقع تقدروا تزينوه بكاوكا وانا نزينوه بالبيستاش والقرقع ونتقدموه الضيوف دينا والوليداتنا بصحة العافية تقدموه مع قهيوة مع آتي يعني علاش الله ما نحاولوش اننا نخلقوه بزافة الاجواء اللي بغي بشي حاجة اللي بسيطة ونقدروا نفرحوا بهاوليداتنا نتمنى ان الوصفة اليومه تعجبكم ونتمنى الفيديو دي اليومه يعجبكم وتحاولوا انكم تبرتجوا مع احبابكم وصحابكم دمتم في رعاية الله للملتقى ان شاء الله وكان اعتدر منكم الى كترت عليكم اليومه الهضراء وحاولت اني نشرح بزاف ولكن من اجل توصيل المعلومة ومن اجل ان نجح معاكم الوصفة دي اليومه وحتى العاجين يكون عندكم ناجح بمئة بالمئة وهنا غد نقطع معاكم واحد الوحيدة باش تشوفوا معايا تبرك الله الفيتاج والقرماشة ما نقولش لكم حتى الرائحة يا سلام وصفة سهلة وبسيطة بزاف 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 وغنخلي لكم رابط الانستغرام معلش لا تنضموا لنا الانستغرام ومزيد من الوصفات السريعة غتكتشفوها معايا في الانستغرام ولوليدات لانش بوكس اي حاجة مرحبا بكم في الانستغرام تهوى